مجددا تعلن الحكومة الشرعية موقفها الثابتة والمتكررة من مشاورات السلام لا جديد في مضمون الموقف فهو دوما ما يبدي الموافقة والترحيب بخيار السلام وفق المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الاممي 22-16 الموافقة جاءت ردة فعلا لدعوة المبعوث الاممي الاطراف اليمنية الى الجلوس مجددا على طاولة المشاورات في السويد قبل موقف الحكومة كانت الميليشيا الانقلابية قد اعلنت استعدادها وقف الهجمات الصاروخية على المملكة السعودية ووقف العمليات القتالية في الجبهات ان رغب التحالف بذلك وهو موقف فيه كثير من الابعاد وله كثير من القراءات فالميليشيا لم تتطرق ابدا الى ذكر الشرعية في موقفها المعلن على لسان رئيس ما يسمى باللجان التورية محمد علي الحوثي وهو ما يعني انها اي الميليشيا الانقلابية تسعى الى تصوير الصراع على انه بينها وبين السعودية والامارات وهذا بدوره يشكل خطورة بالغة على مستقبل السلام في اليمن اذا ما ذهب المبعوث الاممي تجاه التعامل وفق معطيات هذا التصور وعوضا على انه سيشرعن للجماعة الانقلابية فهو ايضا يأتي ضمن سياق الدعوات التي كان يطلقها الرئيس المخلوع صالح بحصل المشكلة بين السعودية والانقلابيين ما يعني عدم الاعتراف بالشرعية اولا والتخلص منها ثانيا ومن استحقاقات ثورة الحادي عشر من فبراير انتهاءا لكن هذه التصورات تبقى احلاما وردية للميليشيا الانقلابية فالواقع ابعد من ذلك بكثير ومجرد بقائهم كميليشيا مسلحة اضحى امرا مستحيل القبول من اليمنيين